تحسين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل أولى خطوات وزارة الكهرباء في حكومة السوداني هذا ما كشف عنه وزيرها خلال زيارته لمحطة الطاقة الحرارية في صلاح الدين عددنا خطتين خطة لصيف 23 وخطة طويلة الأمد من شأنها تعالج وتنفذ مشاريع استراتيجية على اعتبار ما ممكن نخطط لصيف واحد لازم نضع حلول جذرية لعدد كبير من المشاريع لعدد كبير من المشاريع التي توقفت لسنوات طويلة إن شاء الله سنعالج هذه الملفات تباعا أكيد الوزارة مشخصة هذه المشاكل لكن نتكلم على ثلاث سنوات متتالية تعجز الوزارة عن تمويل أي مشروع بسبب عدم إقرار موازنة بسبب تخصيصات قليلة أكثر من 1200 مجوات سعة إنتاج محطة الطاقة الحرارية تدخل بها الخدمة رسميا لتزود مدن صلاح الدين والمناطق الشمالية بالكهرباء ولتضيف طاقة كبيرة للمنظومة الكهربائية في البلاد فيما تسعى وزارة الكهرباء إلى إعادة إعمار محطة بيج الغازية المدمرة جراء الحرب تعتزم الوزارة إعادة إعمار محطة بيج الحرارية التي دمرت بالكامل من عصابات داعش وأيضا إعادة إعمار محطة بيج الغازية رقم واحد وأيضا إعادة تأهيل محطة بيج الغازية رقم اثنين تدعين قرار غرفة العمليات أن تكون هناك استدراج للعروض حرصنا على أن تكون المواصفة والأسعار مناسبة لصالح وزارة الكهرباء وبالتالي اليوم هناك عدة شركات تقدمت لإعادة إعمار هذه المحطات وبالتالي سنمضي جمعا بتحليلها بدراستها وفق ما هو مطلوب من المواصفة وتتحدث أوساط رسمية عن إمكانية التوجه إلى الطاقة المتجددة والشمسية لتلاف القطع المتكرر في محطات الوقود فيما تعتزم الحكومة إنهاء ملف انقطاع الغاز من إيران عبر إرسال وفد من وزارة الكهرباء لتجديد العقد المبرمي مطلع الأسبوع المقبل من صلاح الدين محمد قادر يو تي في